سنتحدث بشكل مواصع مشاهدين حول هذا الموضوع مع الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم لشؤون الإدارية والمالية دكتورة نجوة الإقبلات ضيفتي هنا في الأستوديو صباح خير لك دكتورة في البداية وأهلا بك معنا في صباح المملكة متى سيتم الإعلان عن الدفع الثانية من هذه التعيينات؟ يسعد صباحك وصباح السادة المشاهدين قبل دخولي للأستوديو أجريت اتصالات مع ديوان الخدم المدنية الذي أكد أنه قام يوم أمس مساء بإرسال الدفع الأولى من الإناث وهي الدفع الثانية من التعيينات والبالغ عددها 671 معلمة من تخصصات الرياضيات واللغة العربية ومعلم الصف واللغة الإنجليزية وتم الإعاز لزملائي بوزارة التربية والتعليم أن يقوم بنشرها اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم ليصار غدا إن شاء الله تعالى لنشرها بأحد الصحف طيب نتكلم عن هذه الدفعة الثانية طيب كم عدد الدفعات للتعيينات والمجموع وكل دفعة كم عدد معينة؟ الآن نحن نحكي عن العدد الإجمالي البالغ عدده 4000 معلم ومعلمة عدد الدفعات وكل دفعة كم يعتمد على جهد ديوان الخدمة المدنية بإنجاز المطلوب يعني ضمنت الدفعة الأولى والدفعة الثانية أسماء اللي كانوا قد اجتازوا الاختبارات التنافسية التي أعدها ديوان الخدمة المدنية من عام 2019 حتى عام 2022 يعني تقريبا بشهر اثنين كان جزء آخر امتحان عندهم الآن سيتم الإعلان عن موعد الامتحانات التنافسية الجديدة وفق دليل الكفايات الجديد الذي أيضا سيعلنه ديوان الخدمة المدنية قريبا جدا حيث أن هناك تعديلا على مضمون الامتحان حيث سيكون الامتحانات التنافسية مبنية على الكفايات الوظيفية عندنا الكفايات الوظيفية العامة والكفايات المهنية التخصصية والكفايات المعرفية التخصصية يعني في عنا ثلاث محاور للامتحان أظن أن ديوان الخدمة المدنية انتهى من إعداد دليل خاص بهذه الكفايات سيعلن على موقع ديوان الخدمة المدنية لإطلاع المعلمين قبل خوضهم الامتحانات على شكل الامتحان وما هي محتويات الامتحان لا شك بأنه قد يكون هذا الدليل بالتشارك مع وزارة التربية والتعليم ولا هو خاص في ديوان الخدمة المدنية لا طبعا يعني ديوان الخدمة المدنية ينسق مع الوزارة التي تطلب الوظائف مثلا في وزارة الصحة يتم التنسيق مع وزارة الصحة في بناء الامتحانات وكذلك ما تم هو مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التربية والتعليم بالتأكيد يعني كوادرها من المشرفين وأيضا من أساتذة الجامعات الأردنية شاركوا معنا في إعداد المحتوى أبرز ما يحتوي هذا الدليل دكتورة بشكل سريع لأنه ممكن صعب نتكلم في تفاصيله وفي جوزياته وحيتياته مطولا بشكل سريع أبرز من احتراله يعني بتأكيد هم أصحاب الاختصاص ديوان الخدمة المدنية سيتحدثون بشكل موسع عنه ولكن ما أود الإشارة إليه أن هناك الجزء الأول هو الكفايات الوظيفية العامة وهي لجميع التخصصات بغض النظر شو التخصص يجب أن يتقن المعلم هذه الكفايات في أن كفايات مهنية تخصصية تخص المبحث مثلا في الرياضيات هناك كفايات في استراتيجيات التدريس وممارسات تدريس وظيفة معلم الرياضيات وهناك كفايات معرفية أيضا خاصة بكل تخصص طيب على ذكر العام الحالي فقط يعني بنتكلم عن 2022 كم أعداد المعلمين الذين سيتم تعييهم؟ الحد الأدنى نتحدث عن 4000 4000 معلم جديد هذا الحد الأدنى جميل لأن هناك إضافة تعتمد على عدد الحاصلين على الإجازات والمتقاعدين قد تصل إلى 1000 إضافة 1200 إضافة هايشة وغير تستحدث بسبب النقل أو الإجازات عفواً التقاعد التقاعد الدرجات العلمية الحاصل عليها أو التي ركزت عليها هذه التعينات هي من أي درجة دكتورة؟ الآن حسب قانون التربية والتعليم الذي عرف المعلم بأن يكون حاصل الحد الأدنى على بكالوريس فنحن نطلب الحد الأدنى بكالوريس ولكن في بعض الوظائف الفنية مثل قيم مختبر الحاسوب أو قيم مختبر العلوم قد يكون من حملة درجة الدبلوم الدبلوم المتوسط يعني قبل البكالوريس طيب تحدثنا عن الدرجة العلمية عن الأعداد دعينا أن ندخل في التخصصات التي سيتم العمل على تعيينها في أربعة ألاف وظيفة على وجه الخصوص لهذا العام 2022 أبرز التخصصات اللي تم العمل على تعيينها الأربع ألاف هي خاصة بالوظائف التعليمية أي كل ما يدور داخل المدرسة يعني معلم صفوة رياضيات عربي إنجليزي علوم مكتبات إرشاد يعني جميع التخصصات التعليمية أما بدأنا نطلب وظائف إدارية مثل يعني تميز هذا العام بأنه طلبنا 42 اختصاص يعني متخصص في الصحافة والإعلام أيضا طلبنا في تخصص المحاسبة التغذية المدرسية عيننا 42 ممرض ممرض لكل مدرية تربي وتعليم وقريبا جدا سيتم طبعا طلب تقريبا ممكن 12 شخص اختصاص علوم سياسية لتم تعيينهم في مديريات التربية والتعليم للإشراف على موضوع البرلمانات المدرسية ضمن خطة الوزارة لتفعيل التثقيف في مجال التنمية السياسية جميل ما يتعلق بتشكيلات الإدارية دكتورة ما هي أبرز التعديلات التي طرأت على هذا الجانب على وجه الخصوص يعني حينما نتحدث عن التشكيلات الإدارية نتحدث عن وظيفة مدير إدارة وحتى نصل إلى مساعد مدير مدرسة أقرت لجنة التخطيط المركزية في اجتماعها الأخير الأسبوع الماضي أسس جديدة لاختيار وظائف مساعد مدير مدرسة مدير مدرسة رئيس قسم مدير مختص فني أو إداري ومدير تربية ومدير إدارة وهي الآن في صدد النشر والتعميم على الميدان ليبدأ العمل بها إن شاء الله تعالى يعني متوقع هذا الأسبوع يتم إعلان عن تشكيلات فيما يخص رؤساء أقسام الميدان وأيضا تم الإعاز لجميع مدراء التربية بالانتهاء من تعيين وظيفة مدير مدرسة ومساعد مدير مدرسة طيب أرجع مرة ثانية دكتورة لي موضوع الامتحانات اللي سيتقدم لها كل الأشخاص يعني من المنوي أن يتعينوا في هذه التخصصات كيف راعت هذه الامتحانات الفروقات ما بين التخصصات للمتقدمين للوظائف الآن حكينا فيه جزء عام هو الكفايات الوظيفية فبالتالي هذا مشترك جميع من يتم تعيينه في وظيفة المعلم بختلاف التخصص يفترض أن يتقن هذه المهارات الوظيفية كيف أن يكون هناك في الإعلام أبجديات للإعلام ثم تبدأ تخصصات إعلام مثلا رقمي إعلام مسموع وإلى آخره اقتصاد رياضي هل فيه أبجديات ليجب أن يتقنها أي شخص يدخل هذا المضمار فبالتالي الكفايات الوظيفية العامة هي للجميع ثم تبدأ الكفايات التخصصية لكل تخصص لوحدها كانت الفرق بجميع التخصصات التعليمية كل فريق بنى للتخصص المكلف ببناء الأسئلة ذات العلاقة بالكفايات الوظيفية المتعلقة في التخصص الكفايات الوظيفية دكتورة على وجه الخصوص يعني هي زي ما تفضلتي لازم أن تتوفر أو يجب أن تتوفر في أي معلم ممكن أنه بده يقدم لهذه الوظيفة شو ممكن اليوم توجهي نصيحة لكل الأشخاص بده قدموا لهذا الامتحان سواء في الفترة حالية أو حتى مستقبلا بالتركيز على هذه الجوانب المهمة حقيقة إلى حد كبير حتى يتجاوز هذه المرحلة وينعكس أيضا على طلبتنا في فئة المدارس وينعكس على أداء المعلم في الغرف الصفية نعم التحول الامتحانات المبنية على الكفايات هي لتجويد المدخل من الموارد البشرية للقطاع الحكومي فبالتالي هذه الكفايات ستفرز إن شاء الله تعالى الأكفأ والأجدر لدخول هذه المهنة ما يطلب من زملائنا الذين يرغبون بالالتحاق بمهنة التعليم أن يبقوا مستمرين على تواصل مع المهنة ويعدون بشكل جيد لدخول هذا الامتحان وأيضا سيلاحظ من مارس مهنة التعليم سواء كان على التعليم الإضافي أو أخذ خبرة سيجد الأمور إن شاء الله تعالى تكون أبسط لأنه في جزء منها كبير نعم هي مواقف وممارسات أنا أود أن أشكرك جزيلا الشكر الدكتورة نجوة أقبيلات وأنتي الأمين العام لوزارة التربية وتعليم الشؤون الإدارية والمالية شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لكل هذه المالات شكرا جزيلا لك